موسيقى السلام عليكم أصدقائي متابعي قناة كورا الزهبي إذا رسميا تم تحديد موعد وتوقيت مباراة سوريا وإيران ضمن تصفيات كأس العالم المباراة ستصير بـ 2-9 ساعة السابعة بتوقيت دمشق ساعة 8.30 بتوقيت طهران بالتوفيق لمنتخبنا السوري بالقابن الأخير رأينا كثير إشاعات أن المباراة ممكن تتأجل بسبب كورونا أو ممكن تتأجل بسبب عدم وجود الفار في كثير كانت برامج عم تعرض أن المباراة بـ 1-9 المباراة الساعة العشر المساء في كثير برامج كانت كاد بـ 6 مساء رسميا اليوم تم تحديد موعد المباراة 2-9 اليوم الخميس ساعة السابعة لتوقيت دمشق ساعة 8.30 توقيت طهران بالتوفيق لمنتخبنا السوري هلأ المباراة ستصير على ملعب أزادة في طهران يستغرب بالمباراة أنه بدون فار نعرف نحن من شروط تصفيات كأس العالم كان وضع الشروط أنه لازم يكون بوجود الفار منتخب الإيراني أو الاتحاد الإيراني كان يدفع الغرام المتوجب عليه لإقامة المباراة بطهران بدون فار هذا الشيء مستغرب الاتحاد كرة القدم السوري كان لازم يعترض على إقامة المباراة بطهران بدون فار ليش؟ لأنه نحن بالأردن ملعب القويس ما كانوا عم يشترطوا علينا أنه الملعب يكون مجهز بالفار وشفنا آخر شيء بعثت منتخبنا أو الإدارة المسؤولة عن المنتخب السوري كان عم يجهز الفار وعم يقولوا نحن تعذبنا كثير لأمننا غرف الفار وكل شيء كان جاهز ملعب الأردن ليش بطهران رح يلعبوا المباراة بدون فار وبقولوا لك إيران دفعوا الغرامي يلي مستحقة في حال عدم وجود الفار نحن ما بهمنا الغرامي نحن بهمنا كون موجود الفار اتحاد كرة القدم مؤثر من هاي الناحية ولا ما بعرف لأنه بما أنه المنتخب الإيران ما حاببين يزعلوا ممكن ما بعرف بصراحة بس هذا الواضح يعني وإذا المنتخب الإيران نحن بهمنا نوصل لكأس العالم ونستفيد من المباراة بغض النظر من الفريق المقابل بالنهاية هاي كرة القدم يعني يشتغرب بأنه بدنا نلعب المباراة بطهران اليوم كانت الشعاد عم تقول أنه بدون جمهور لأنه نسبة الكورونا بإيران جدا مرتفعة يعني صار بدال السبب سببين عدم وجود فار نسبة الكورونا جدا مرتفعة اتحاد كرة قدم السوري لو شوي مستخدم القوانين وضغط شوي على اتحاد الفيفا أو على اتحاد الأسو كان ممكن أنه نلعب المباراة بأرض محايدة يعني ما ضرورة نلعبها بطهران ممكن أنا سبقه حكيت ممكن أنه منتخب إيران ما حاببين يزعلوا المنتخب الإيراني بالنهاي نحن البهمنا التوفيق للمنتخب السوري ما يكونوا اللاعبين شوي مثل البكين خاصة أنه كبداية كبداية كأول مباراة ممكن نحن نستفيد أنه بداية التصفيات دائما بصير مفاجأات كل المباراة بصير مفاجأات فبتمنى من قلبي أنه أقل شيء نطلع بنقطة تعادل كبداية وخاصة المباراة الثانية رح تجمعنا مع منتخب الإمارات منتخبنا السوري لازم يكون شوي هادئ أكتر شيء لازم نبتعد عن الأخطاء بالمواقع الدفاعية يعني نلعب الكرة السهلة بتمنى من القلب توفيه لمنتخبنا السوري هلأ غياب عمر السومة يعني غياب مؤثر بس إن شاء الله منتخبنا السوري بما نحضر وشو بسبب لقدوم محترفين منتخب السوري أنا حكيت بالفيديو السابق فيكم تحضروا يعني صارت الأمور شوي صعبة عم تتصعب علينا والمحترفين عم تصعبوه علينا ترجعوا للفيديو السابق حكيت التفاصيل هلأ بالنسبة للمباراة اللي ودي منتخبنا السوري يوم الخميس كنا بنعرف رحيل تقيمة منتخب الجزائر بالتوفيق لمنتخبنا السوري هلأ كانوا اليوم عم يقولوا إنه في مباراة تاني بس مع مين إشاعات كتير ومنتخبنا السوري ما طلع ببيان رسمي فعبر قناة ما في نأكد إشاعات عم تقول إنه نادي كويت رجعوا قاله أم صلال بس لحد الآن ما في شي رسمي المباراة لحد الآن ما في شي رسمي يعني ما بقدر عبر القناة تقول مين هو الفريق بس اللي تأكدنا منه بيين بالمية إنه يوم الخميس رح نلعب مع منتخب الجزائر هذا شي موسوق منهم يوم الجمعة في مباراة ودي تاني لمنتخبنا السوري ممكن فريق كويت ممكن فريق أم صلال لحد الآن ما في شي رسمي بالنهاية مبارتين وديات بيكونوا ممتازين لمنتخبنا السوري إن شاء الله يا رب نزار المحروس أب محامد مباراة إيران يستفيد ويجرب أكتر لاعبين ممكن ويجرب أكتر من خطة دائما المباراة اللي بتدي هي تعتبر المدرب أكتر ما تكون هي للجمع بالتي يا رب لمنتخبنا السوري إن تكتبو لي بكومنت وبتدي منكم تكتبو لي بكومنت توقعاتكم لمباراة سوريا وإيران ما بدنا المباراة ت budd أنا بصراحة ما بتهمني كتير هي بتهم المدرب ما بتهمني إلي بدي تكتبو 똑같 توقعاتكم لمباراة سوريا وإيران. قديش رح تنتهي كتبوا لي بالأرقام. شو رأيكم بلا عم يصير معقول نحن نلعب ملعب أزادي طهران بدون فار بدون جماهير لا بدون جماهير لسه ما تأكدت بس على الأغلب بسبب ارتفاع نسبة كورونا بس بدون فار نحن ما مضطرين نلعب هالمباراة بدون فار. كتبوا لي السبب انه ليش تحت كرة القدم السوري كان عم يقبل نلعب المباراة بدون فار لمجرد انك تعترض انت بحقلك انك تطلب نقل المباراة لبلد تاني الكتيرين كانوا عم يسألونا مين رح يكون محل عمر السومة بمباراة الاياب هلا منتخبنا السوري بما نحضر بصراحة عنا كتير لاعبين اكيد ما متل عمر السومة بس عنا عمر الخريبين عملنا على الدالي عنا محمود البحر هداف الدور السوري هلا محمود البحر مشاركاته مع الونتخب السوري شوي خجوري وما عنده هالخبرة بالنسبة فينا نقول خبرة دولية هو هداف الدور السوري هداف محلي بسمه دالي يكون بديل بالشوط التاني او بين الشوطين بس على الارجح انه عمر خريبين رح يشغل قلب الهجوم محل عمر السومة هلا بالنهاية توفيق من رب العالمين عمر السومة لا يعوض لانه عمر السومة بصراحة يعني كون نحن واقعين في كتير حطول الكومنت انت عم تبالغ محسسنا عمر السومة هو ميستي عمر السومة باللا شيء يصنع شيء يعني من كرة ميتي من كرة انت بتفكر انها ما فيها خطورة طب يصنع لك هدف قول دولتيك لاعب رائع جدا يعني فينا نقول عمر السومة من افضل لاعبين في اسيا وافضل لاعب منتخبنا السوري ليش نحن بننكر هالشيء نحن لا نعم نكبره لعمر السومة ولا نعم نزغره نحن لا قادرين نكبره ولا قادرين نصغره هو لاعب كبير خلاص عمر السومة معروف شوفوا الردة تفعل جمهور منتخب الايراني كانوا مبسوطين وشوفوا الاعلام عندهم انه عمر السومة ما رح يلعب دليل انه لاعب كبير تعويض وصعب سبقوا حكينا الاسماء ممكن عمر خريبين ممكن علاء الدالي ممكن محمود البحر ان شاء الله احد الاسماء الثلاثة يلي بيكون متواجد مع منتخبنا السوري نحن معه ان شاء الله توفيق يا رب كلنا رح نكون قلب واحد روح وحدي ان شاء الله ونحن ما علينا غير انه نتفعل ونعود قدام الشاشة بصراحة وراح تكون القلوب عم طنبض وخيفانين وعم نرجف بس نحنين مهم ان شاء الله يا رب نتيجة كبداية بالتصفيات تكون شوي مقبولة ما ننصدم ان شاء الله تكون يعني اقل تقدير تعادن ان شاء الله والمباراة التانية يخلقوا الله ما لا تعلمون من قلبي بتمنى التوفيق يا رب لمنتخبنا السوري بتوفيق نزار محروس كان الله في عام نزار محروس عم يتعب اخر فترة بتمنى كلكم تكونوا قلب واحد مع منتخبنا السوري وما نتشعم يعني تفائلوا بالخير تجدوه وما عنا شي نعملوا غير انه يتفعل عبر القناة بتمنى التوفيق للمنتخب السوري بتمنى التوفيق لجماهير المنتخب السوري من القلب بقولوا بعيد جمهور سوريا الشعب السوري شعب عظيم جمهور السوري الشعب السوري شعب عظيم شعب كبير قلب طيب بصراحة بتمنى من قلبي دائما الخير لسوريا الحبيبة لشعبنا السوري يا رب بضل دائما الخير وان شاء الله كل شي عم يصير منتخبنا السوري وبلدنا سوريا ان شاء الله أزمي وإن شاء الله بعدين بتعدي وبتصير ذكرها وبننساها إن شاء الله بتمنى دائما ندعم أكتر منكم القناة لايك كومنت في عيزة الجرس ولا عمي حدا الفيديو ما اشترك بتمنى يشترك بالقناة بصراحة انتم قصرين معنا باللايك بتمنى أكتر تدعمونا الفيديو بلايك بتمنى دائما نضلوا خير السلام عليكم اشتركوا في القناة